خلونا نروح كمان لخبا لان احنا مبارح تابعنا كلنا طبعا اعلان نتيجة السنوية العامة وهنا في قناة صدى البلد كنا بنمهد الامور لان كنا عافية انها يعني مع الناس وقلقها وخفها ومع بدء ان في مجموعة المجموعة هيبتأ يقل مع الرغم من طمقنة الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء الاخير لأولياء الامور ان حتى لو المجميع كانت اقل من المعدلات لكن ده معناه كمان ان التنسيق هيبقى اقل برضو من معدلاته طبعا بنقدم التهاني لابنائنا في سنوية العامة واثارهم بدأنا دلوقتي بقى بعد اعلان النتيجة بقى عندنا مرحلة الحديث عن تنسيق الجماعات وده اللي احنا هنتابعه الحقيقة في الخبر اللي معانا لان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي اعلن الحد الادنى لتنسيق القبول بالجماعات المرحلة الاولى هو 88.4% علم علوم و80% علم رياضة و65.7% للشعب الادبية وزير التعليم العالي اعلن ان انطلاق المرحلة الاولى للتنسيق هيكون يوم السبت المقبل 21 اغسطس نهاية المرحلة الاولى للتنسيق هتبقى يوم 25 اغسطس وهيتم يوم 28 اغسطس اعلان نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق اضاف كمان ان هناك تخصصات جديدة لاول مرة هيتم ادخالها بي الجماعات المصرية علشان نقطر ان احنا نغطي سوق العمل داخل مصر والخارج خلينا يعني كمان من حقيقة دكتور بشير فكرة السنوية العامة ما استنادي بقى كان عندنا يعني كلام كتير جدا وتخوفات كتيرة جدا على السنوية العامة لكن في النهاية احنا قلنا يعني شفنا ان مع انخفاض المجموع اه او ان احنا بدأنا نرجع زي السنوية العامة بتاعت زمان لكن كمان التنسيق اهو يعني نزل النهاية ده احنا بنتكلم في ارقام يعني 65.7 من 10 80% 88% ده ما كانش بيحصل قبل كده يعني خلينا اقول لحضرتك انه اولا نتقدم بالتهنية لكل النجاحين وبندعو بالتوفيق لكل ما لم يوفق لكن دائما التغيير بيبقى في شيء من الصدمة احنا بصدد تغييرات في نظام التعليم وانا الحقيقة بقى ثمن جهود وزير التعليم الحالي في هذا الصدد ولكن دائما نحن بحاجة الى ميكانزمات تعويضية لتقليل اثار الصدمة على من يتم تجربة نظام جديد عليهم ما فيه شك انه الدفعة الحالية من السنوية العامة ستدفع ثمن لهذا التغيير وفيه شيء من التضحيات وربما السنة المقبلة والتي تليها الميكانزمات التعويضية ازاي اقدر اقل التأثيرات القرارات والتغييرات على مستقبل ومصالح ابنائنا الوزير عمل ده في مسألة تخفيض الحد الادنى للتحق بالكليات لسيما ما يسمى بين قوسين كليات القمة وانا بنحزلها لانه كنت واحد من كليات القمة دي لتحقت بيها لكن احنا بنتكلم عن حد الادنى للقبول لكن الكليات نفسها لسه لم تتضح بعد الصورة النهائية بالنسبة لها لكن في نهاية المطاف اتصور انه المواطن بيشارك بدرجة او باخرى في عملية التغيير بيتحمل جزء لكن اتصور انه الاجيال القادمة ربما تستفيد اكثر من هذا النظام وان كنت اتمنى انه السنوية العامة تنضي بنفس النظام القديم بينما الاجيال الجديدة اللي بدأنا نصلح معها زي اللي في المرحلة الابتدائية هي التي تقدم على هذه المرحلة لانه اللي موجود في السنوية العامة السنية دي واللي موجود في السنة اللي جاية اتعود على النظام القديم معلش اللي كان فيه تلقين اللي كان فيه حفظ اللي هو وسيلة التعليم التقليدية فكنا نكمل بنفس المنهج القديم في كل شيء في التصحيح في الامتحانات حتى في التنسيق بينما الأجيال اللي بدأت تتعقل مع النظام الجديد هي التي يعني تستقبل هذا النظام لكن أما وإنه قد حدث يعني فلا غضادة ونأمل أنه الميكانيزمات التعوضية زي ما قولنا تكون تخفف بشكل كبير بشي احنا كنا عندنا رفاهية الوقت أن احنا نستمى أن احنا نبدأ مع الأجيال الكيجي والابتدائي معنى كده أن احنا هنستمى حوالي مثلا عشر سنين أوه هل العالم ومصر دلوقتي واللي هي بتعمله كان عندها رفاهية الانتظار ما هو ده سؤال يعني أنا أتفق مع حضرتك تماما لكن هي مسألة الارتباك يعني زي ما احنا قولنا أنه في كتير من الطلاب الحقيقة مسألة التأقلم مع هذا النوع من الامتحانات وهذا النوع من الأسئلة كانت بتطلب بعض سنوات ولكن مش بعض أشهر عشر سنين في عمر الدول مش كتير يعني هي مدة ليست بسيطة ولكن في عمر الدول وفي تاريخ الأمم ليست مدة طويلة ولكن هتعتمد الأمور بطريقة سموثلي أو أكثر نعومة وأكثر سهولة من مسألة أسلوب الصدمة ولكن في نهاية المطاف كما قلنا يعني هناك دائما ضريبة للتغيير والأسلام